ألم الصدر من العراض الخطيرة جدا والمفروض أننا ما نهملهاش ونتم بيها كويس جدا لو أي واحد جاله ألم في منطقة الصدر وكان مصاحب لبعض العراض زي ألم المعدة وعرق وهبوط ووحي شديد وكان الألم مسمع للكتف الشمال أو الزراع الشمال حتى لو ما كانش مسمع للزراع ولا الكتف الشمال لازم المريض يتوجه إلى أقرب مستشفى لعمل رسم القلب وانزمات القلب دقيقة بتفرق مع المريض في الساعات الأولى ما تقولش أنا حروح للدكتور اللي متابع معاه بعد العصر لا لازم تتوجه فورا لأقرب مستشفى للاتمئنان على قلبك ونشوف الألم الصدر ده جاي مني علشان تاخد علاج قبل ما يحصل أي مضاعفات شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم